اليوم كانوا مجتمعين الأخوان في مكون السني مع عدى الأخوان في تقدم وأيضا لو وحوا قالوا إحنا مدى ما مشت الأمور بالاتجاه اللي إحنا نريده ويحسمونه منصب رئيسي برلمان ما عدنا شي نروح باتجاه دعوة لانتخابات مبكرة يعني إحنا موجودين ويعني هم متبرعين بهذا الموضوع سبقوا خطوة أو يجوز تناسقا مع الدعوة اللي طرحها الزعيم اللي شرت الحضرتك اللي في مقدمتك فيقولون نمشي بيرروح باتجاه انتخابات مبكرة ويرجعون بالتالي الخاسر الأكبر هم الإطار لرح يجيهم شريك فإحنا السنة موجودة ساحتنا موجودة مقاعدنا وبالتالي يذكرد أيضا ساحتهم مقاعدهم موجودة وبالتالي استحقاقاتهم موجودة ومحفوظة لكن هناك استحقاق يجب أن يعي الجميع أن حالة الانتخابات مبكرة لا تخدم الحكومة الحكومة لم تكمل برنامج الحكومي اليوم وأعتقد هذا البرنامج وعد وانجز كثير من الوعد فيه بالإضافة إلى أن حالة الاستقرار لا تخدم البلد بصورة عامة مو بس السياسيين أو البرلمان أو الانتخابات حتى لا نختزل المشهد بجزء بسيط ونترك المشهد الكبير لا نختزل المشهد وكنه صراح من يكون رئيس البرلمان يعني هو بالتالي رئيس البرلمان صار لنهاية رح يصير سنة تقريبا من 11 لليوم من شهر 11 2023 لليوم يعني الشيء الذي يسوي رئيس البرلمان بقدر ما هي استكمال لشكلية النظام السياسي والاستحقاقات الموجودة المكوناتية دي نشوف أنه الرجل رئيس مجلس النواب الإنابة دي يمشي بهذا الاتجاه لكن احنا يخلي نشوف المشهد الأكبر اللي يستعرض قسم من عنده أخونا أستاذ ماجد أنه المنطقة قلقة وإحنا يجب أن يكون هناك استكمال لكل الأدوار تعاون ما بين سلطة الشريعية وسلطة تنفيذية في لا سامح الله إذا راحت المنطقة وانزلقت إذا هويت الحرب أو الفوضى أو حتى أزمات اقتصادية ومرات الأزمات اقتصادية شدوط من الحرب بآثارها لهذا السبب يطلب وجود برلمان قوي واعي